بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة معاكم مهندس أحمد السعيد مكملين مع حضراتكم يا جماعة إن شاء الله عن زراعة فول الصوية وإزاي تاخد أعلى إنتاجية من فدان فول الصوية اللي حضرتك هتزرعه النهاردة يا جماعة هنتكلم عن أهم الأصناف وأهم العوامل اللي هتخليك تاخد أعلى إنتاجية من فدان فول الصوية اللي حضرتك بتزرعه أول حاجة يا جماعة دايماً بنتكلم عليها إنك أنت هتختار الصنف المناسب تاني حاجة المعاد المناسب للزراع يبقى أساس حاليتنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن أصناف فول الصوية وإيه هو أفضل الأصناف وإيه هو الصنف المناسب والملائم للمنطقة اللي حضرتك موجود فيها تاني حاجة هنتكلم عن معاد الزراعة المناسب ونبدأ أصلا يا جماعة النهاردة حلقتنا بالمعاد المناسب للزراعة اتكلمنا قبل كده يا جماعة في موضوع المعاد المناسب ده مرة واثنين وتلاتة وقلتلك دي فترة بتتراوح ما بين أول شهر إبريل وحتى منتصف شهر مايو بالنسبة لزراعة الفول الصوية وما ينفعش انك انت تتأخر بأي شكل من الأشكال عن الفترة دي خاصة في الأصناف اللي انا هذكرها لحضراتكم دي أول حاجة يا جماعة قلتلك ان معاد الزراعة بيعتمد على ايه بيعتمد على الظروف الجوية اللي حضرتك موجود فيها يبقى نركز اه جماعة في النقطة دي عشان لو حضرتك زراعة في المعاد المناسب وبالطريقة المناسبة وزراعة الزراف المناسب تاخد أعلى انتاجية من فدان الفول الصوية واللي هتوصلك زي ما قلنا تراوح الانتاجية من اثنين طن ونص لتلاتة طن للفدان ايه التركاية اللي بتحصل هنا يا جماعة عشان ما حدش يقولك ما فيش كلام ده لا فيه كلام ده اللي بيحصل يا جماعة ان حضرتك ما بتزرعش الكسافة نباتية مسلة حضرتك ما بتزرعش صنف جيد وحضرتك بتزرع الصنف في معاد زراعة مش بتاعه يعني حضرتك مثلا بتأخر في الزراعة بيدخل عليك حرارة جديدة وبتأثر معانا في العقد والتزهير بالنسبة لفول الصوية وكمان بتأثر معاك في الانتاجية كمان هيبقى النبات اكثر عرضة للظروف القاسية واكثر عرضة للاصابة بدودة ورق القطن وحضرتك ما زرعتش اصناف مقومة يبقى لسا عندك ايه رقم واحد معاية الزراعة المناسب رقم اتنين اختيار الصنف المناسب طيب ايه هي اصناف فول الصوية وايه هي افضل الاصناف والصنف ده ملائم للمنطقة انهي والصنف ده ملائم للمنطقة انهي عندنا عدة اصناف يا جماعة من اصناف الفول الصوية كان سابقا فيه عندنا كان عندنا صنف اسمه كلارك وعندنا صنف اسمه ايه كراوفورد الصنف اندر الى حد ما ما عادوش بيتزرع انتاجيته وما كانتش قوي عندنا بعض الأصناف الجديدة الكويسة المصرية أصناف جيدة جدا اللي هي عندنا جيزة 21 عندنا جيزة 22 عندنا جيزة 111 وده أقوى الأصناف عندك جيزة 35 عندك جيزة 82 وعندك جيزة 83 ده الأصناف بتاعت فول الصوية أو أقوى الأصناف اللي موجودة عندنا هنا في مصر طيب الأصناف دي أزرعها فين؟ عندنا صنفة جماعة زي المية و 11 ده وده من أقوى أصناف فول الصوية يعني حضرتك لو زرعته بالكسافة النباتية المسلة وبالطريقة الصحيحة للزراعة وتعاملت معاه بعض المعاملات الفامنية وبعض المعاملات الزراعية اللي احنا هنتبعها مع حضراتكم إن شاء الله هتاخد أعلى إنتاجية من فدان الفول الصوية وإن شاء الله مش هتقل عن 2 طن ونص الفدان فول الصوية ونركز آها جماعة في عدة معاملات برضو هنذكرها في بعض الحلقات القادمة إن شاء الله الصنف ده يا جماعة بيلائم زراعته أو ممكن تزرع فيه الوجه الإبلي والزرع في الوجه البحري ما فيش أي مشاكل خالص فيه نقطة بقى مهمة جدا يا جماعة اوعى تأخر زراعة الصنف ده عن شهر مي ليه الصنف ده مش بيحب النهار الطويل ونركز آها يا جماعة ودي التركاية بتاعت الإنتاج وتركز أو مش كتير هيقولك على المعلومات اللي أنا بقولك عليها دي ليه ما بيجيبش معاك الإنتاجية لأن معظم أصناف فول الصوية اللي موجودة عندنا دي مش بتحب النهار الطويل النهار الطويل هيعمل لك مشاكل الحرارة الشديدة والحرارة زيالة هتعمل لك مشاكل وتقلل معاك في الإنتاجية يبقى الأس عندك إيه؟ إنك إنت هتختار الوقت المناسب للزراعة إمتى الوقت المناسب للزراعة ده باش مهندس على الجو اللي احنا شايفينه ده يا جماعة على الطقس اللي احنا شايفينه ده مع بداية شهر أربعة ابدأ ازرع فول الصوية على مسؤوليتي هتاخد إنتاجية خرافية من الفدان فول الصوية اللي اللي بقول لك اللي محدش يقول لك يا جماعة الفدان ما بيعدشها لطن ونص وطن ومئتين كيلو في بعض الأصناف اللي احنا ذكرناها إنتاجيتها قليلة ولكن مع شغلك انت احنا بنتكلم يا جماعة أو بعض المهانسين بيتكلموا على متوسط إنتاجية يعني لما أقول لك النهاردة متوسط إنتاجية فدان فول الصوية من الصنف مثلا جيزة واحد وعشرين طن و300 كيلو طن و400 كيلو أو طن و500 كيلو ده متوسط الإنتاجية طب حضرتك لو اشتغلت على كسافة نباتية مظبوطة حضرتك لو اشتغلت على تسميت جايد وبرنامج تسميت جايد حضرتك لو اشتغلت على بعض المركبات اللي هتزود عندك العقد والتزهير هتفرق معاك طبعا في الإنتاجية يبقى على قد ما بتشتغل وعلى قد ما بتدي للنباتة احتياجاته على قد ما النباتة هيديك أقصى طاقة أو أقصى إنتاجية عنده يبقى كده الكلام واضح يا جماعة احنا بنشتغل على إيه على أقصى حد من الإنتاجية دول يا جماعة الأصناف اللي احنا بنشتغل هيبقى تزرع بالكسافة النباتية المظبوطة وكمان تتعامل مع النباتة على حسب الوضع اللي موجود قدامك وتديله احتياجاته السمادية معاملة مهمة او يا جماعة هتوفر معاك في التسميت اللي هي إيه معاملة البزور قبل الزراعة بإيه بمركب العقدين أو رايزو بكتيريا دي نوع من أنواع البكتيريا اللي بتشتغل على تثبيت الأزوت الجوي محصول فولوس يا جماعة من البحاصيل البكولية بيقى فيه إلى حد ما حتى لو أنت معاملتوش بفيه عقدة أو اتنين دي عقد بكتيريا بتشتغل على تثبيت النيتروجين الجوي يعني هيوفر معاك نسبة من التسميت الأزوتي وتركز أو في النقطة دي عشان دي المشكلة اللي بتحصل لك إنك انت بيتزود في التسميت الأزوتي والتسميت الأزوتي بيأثر على إيه يبقى الزيادة زي ما تكلمنا قبل كلا مرة واثنين وتلاتة قلت لك مشكلة خطيرة إنك انت بتزود في التسميت الأزوتي على معظم أنواع النباتات ودي هتأثر لك على إيه على امتصاص عنصر البوتاسيوم اللي هو أساس عندك عشان إيه عشان القرون أساس عندك عشان الحب يبقى أساس عندك عشان العقد وعنصر إيه البوتاسيوم وعنصر البورن وعنصر النحاس الزيادة عندك في عنصر الأزوتي أو أنك أنت بتزود في التسميت الأزوتي هيأثر لك على الإنتاجية بتاعتك وده اللي بيحصل عند حضرتك أنك أنت بتسمد فرحان حط يوريا حط نطرات حط يوريا حط نطرات وفرحان أنك أنت بتحط بكميات كبيرة وفي اعتقادك أن أنت هتأخد إنتاجية عالية لأن أنت بتسمد بكميات كبيرة والكلام ده يا جماعة كلام خاطئ بالمرة النبات مش هياخد غير احتياجاته السمادية كل اللي حضرتك بتعمله ده بترميه في الأرض ممكن زيادة منه يعمل لك ملوحة في التربة ويأثر لك على إيه على إنتاجية محصول فول الصوية اللي موجود عند حضرتك وإحنا عارفين أن زيادة الملوحة من العوامل اللي بتأثر على الإنتاجية وبتقلل لك منين من الإنتاج يبقى تركز آه ده معك في أنك أنت هتزرع فول الصوية بالطريقة الصحيحة زي ما ذكرنا قبل كده عن طريقة الزراعة هتزرع بالكسافة النباتية الصحيحة في الأصناف يا جماعة المية وحداشر والواحد وعشرين والاتنين وعشرين دول تزرع فيهم يا جماعة ما يقلش عن خمسة وتلاتين لاربعين كيلو للفدان فول الصوية خمسة وتلاتين لاربعين كيلو للفدان وأنا قلتلك ازرع بكسافة نباتية عالية وبعد كده خف النبات ما فيش أي مشاكل أفضل من أنك أنت تزرع كمية من التقاوي وتجي تبص تلاقي عندك بعض المناطق بايرة وده بيأثر لك على الانتجاب أهم حاجة إيه إنك تاخد عدد النباتات اللي أنت عايزها في الأصناف الثانية يا جماعة اللي هي الجيزة خمسة وتلاتين والجيزة ثلاثة وتلاتين والجيزة الاثنين وتلاتين لو حضرتك زرعت منها بتاخد نسبة أكبر منين من التقاوي يعني ممكن توصل معاك الفدان لخمسين كيلو يبقى تركز قوي في النقطة دي نقطة يا جمان يا جماعة مهمة قوي ما تبلش فول الصوية وحضرتك رايح تزرعه اوعى تبل فول الصوية وحضرتك رايح تزرعه فول الصوية يا جماعة أو بزور فول الصوية من المحاصيل أو من البزور الزيتية ما ينفعش إنك إنت تبله الأول طول أنا هبله عشان يدي معايا سرعة في الانبات لا هيحصل عندك مشاكل يبقى مهمة قوي يا جماعة إن حضرتك تبقى عارف هتزرع بطريقة بطريقة إيه بالزبط حضرتك تبقى حاطة كمية التقاوي اللازمة للفدان زارع بالكسافة النباتية المسلة المهم إن في النهاية يبقى عندك إيه كمية التقاوي أو كمية النباتات أو عدد النباتات المسلة اللي إنت عايزهم عشان تاخد أعلى إنتاجين من الفدان تمام وبعد كده بعض المعاملات الزراعية الهمة وبعد الرشاط الهمة وكمان ما تسمتش أو ما تفردش في التسميد الأزوتي وخلي بالك ما تحطش لفول الصوية يوريا خالص ونركز في الكلام ده ولو تحط يوريا يبقى أول مرة بس بعد كده ما تحطش يوريا خالص لنبات فول الصوية هتشتغل بإيه تشتغل بنطرات النشادر وتشتغل بسلفات النشادر ودايما بركز على موضوع اليوريا ده يا جماعة موضوع اليوريا ده ممكن يدمر لك محاصيل كتيرة ما تشتغلش اليوريا إلا تحت إشراف متخصص عشان ما ترجعش تقول لي ده أنا إنتاجيتي قالت وما جبتش الإنتاجية إلا حضرتك بيطل عليها بشمهندس ده كان موضوعنا النهاردة يا جماعة عن فول الصوية وأهم الأصناف وأهم العوامل إذي لازم حضرتك تحطها في الاعتبار عشان تاخد أعلى إنتاجية من محصول فول الصوية لو فيه أي سؤال يا جماعة سيبولي في التعليقات إن شاء الله نجاوب على حضرتكم ولايك يا جماعة على الفيديوهات إنها لا وبتعجبكم شكرا لحضرتكم تحياتي